أكد سمح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر كاب 27 أن العالم يراقب المفاوضين في المؤتمر وأن الوقت ليس في صالح العالم ما يستدعي إبداء المرونة لازمة للوصول إلى أسس يمكن البناء عليها وتوصل إلى اتفاق وخلال مؤتمر صحفي أشار شكري إلى أن الأمر يعود إلى مختلف الأطراف للوصول إلى توافق لحل مشكلة التغيرات المناخية وما لها من آثار سلبية كبيرة لتوفير الفرصة لهم للقيام بذلك ولتحمل المسؤولية من أجل التوصل إلى صيغة وسطية تصل بنا إلى الإجمع بناء على رغبة الأطراف وتقع الآن المسؤولية عليهم للمضي قدما وسأقوم في القرير بتقديم هذه المعلومات لأسكرتير العام والعالم الآن يراقبنا والوقت ليس في صالحنا وعلينا إبداء المرونة اللازمة من أجل إرضاء كافة الأطراف ومعظم الأطراف والوصول إلى الأساس الذي يمكن البناء عليه للوصول إلى المواقف التي نرغب الوصول إليها ترجمة نانسي قنقر